قاعدة الجيش أين ذهبوا؟ المسؤولين العسكرين؟ القاعدة الجيش بصراحة من محاوظات الجنوبية اللي أنت عرف ممكن كانوا في أكثر من قاعد بصراحة أنا وصلتهم إلى أماكنهم في المحاوظات الدوانية أرسلتهم إلى أهليهم طيب الغربية بس يعني بما أنت الغربية طلابت من معظم الضباط عساس من التجمع أنه يجبوا لبسهم العسكرية ما يلبسوها يجبوها ويلبسوها داخل قاعدة هذا طلبنا شو الرسالة لك أنت بدأت وجهة؟ على أنه يعني رادي الجيش موجود رادي الجيش موجود وطاعت انطلق المقاومة نعم الساعة 12 بالليل جانا التبليغ أنه دخلوا فرقة إلى قاعدة الهبانية لأن ظهر واصلهم خبر الأمريكان أنه ترجموا عن نيتهم كذا وكذا ليس النية وكيف نحل الموضوع؟ نحل الموضوع أنه غير المكان نحن بلغين الجماهير وإن تجمع بقاعدة الحبانية الجماهير معظمها توجهت إلى الجماهات الحبانية طيب فقالنا أصرنا أنه نعملها في نفس اليوم فعملناها في ملعب الرمادي أمار الرياضة غيرتوا المكان غير المكان بس الجمهور كان منتظر هناك طيب لها الفترة وين كنت عمد خزن الأسلحة؟ نعم وهل كانت سلاح الدولة فقط؟ المقاومة العراقية ولدت يتيمة هو انتصرت يتيمة وتحدى أي جهة دولية تقول أنا دعمت المقاومة العراقية بسلاحة تعتبروها انتصرت؟ نعم انتصرت بدحر المشروع الأمريكي بدحر المشروع الأمريكي؟ في المنطقة انتصرت بذلك؟ انتصرت بذلك ولكن للأسف كانت نأتي لكل الموضوع لاحقا ولكن كانت تنقص المقاومة الرؤية السياسية لبناء خارطة طريق كاملة للتحرير تمام ليس نقاتل بدون هدف كان لك خطوات بهذا الموضوع منرجع له بس سلاح وين كنتوا تخزنوا؟ وهو سلاح الدولة فقط؟ سلاح الدولة نعم فقط أين كنتم تخزنونها؟ مخازن بالأرض بالأرض يعني تحفر بالصحرات تحفر لها وتخليلها مشمعات نايلون من الرطوبة تمنعها هذه كانت لها دور في معارك الفلوجة أكيد معركة فلوجة واحد واثنين أكيد أكيد أربع مخازن تقريبا في معركة الفلوجة أربع مخازن أسلحة أستأكد في معركة الفلوجة الأولى؟ الأولى والثاني همتها أن استخدمت